فرنسا وأسبانيا بعد بريطانيا حفوة واستقبال رسمي لولي العهد السعودي وإبرام صفقات شراء أسلحة جديدة يقابلها صخط وتحركات معارضة في الشوارع ودعوى قضائية تلاحق محمد بن سلمان صغطت فرنسا ومن قبلها أمريكا وبريطانيا والعالم المتحضر في فق مقايضة الأخلاق والمسؤولية بالعقود والمليارات وتحاول الهروب من دبلوماسية الصفقات والغرف المغلقة إلى دبلوماسية الشوارع واللافتات التي سرعان ما تسقط بمجرد توقيع عقود بيع الأسلحة في الصورة يظهر الرئيس الفرنسي متحدثا عن اهتمام بلاده بالملف الإنساني في اليمن ويهدي الضحايا عقودا لبيع أسلحة جديدة للمملكة العربية السعودية لاستخدامها في الحرب التي تخوضها في اليمن قيمتها تفوق 18 مليار دولار لم ينسى الإعلام الفرنسية التلويح بملف حقوق الإنسان في اليمن والانتهاكات التي ارتكبتها مقاتلات التحالف بالمدنيين وكان اللافت رفع دعوا قضائية من قبل منظمة حقوقية يمنية في باريس بدعوى تواطئ ولي عهد الرياض مع القوات الإماراتية التي تمارس التعذيب والاعتقال خارج القانون ليمنيين في مناطق سيطرتها الرئيس الفرنسي الذي تصنف بلاده كثالث أكبر مصدر للأسلحة في العالم وتعتبر السعودية والإمارات من بين أكبر مشتري أسلحتها عبر خلال مؤتمر صحفي عن تأكيده أن باريس لن تتسامح مع تهديد الصواريخ الباليستية للسعودية لكنها تريد احترام قانون حقوق الإنسان الدولي في اليمن ما بين تحقيق المكاسب ومحاولة الحفاظ على ما تبقى من ماء الوج أعلن الرئيس الفرنسي عن تنظيم مؤتمر إنساني حول الأزمة الإنسانية في اليمن بحلول الصيف المقبل في باريس وحين تحدث ماكرون عن تمسك بلاده باحترام القانون الدولي الإنساني وتيقضها حيال تلك المسألة لم يتطرق في حديثه للانتهاكات وسقوط ضحايا مدنيين بسبب الغارات التي يشنها التحالف العربي في اليمن كما لم يلقي بالا للطلب الذي تقدمت به عدة منظمات حكومية بالتوقف عن بيء السعودية أسلحة فرنسية قد تستخدم في اليمن التحركات الحقوقية ضد زيارة بن سلمان قادة هيوم الرايتسووتش التي قالت مسؤولة فيها إن الرياض على رأس تحالف قتل وجرح آلاف المدنيين وإن العديد من هذه الهجمات يرقى إلى جرائم حرب منظمة لغالس سنتر فور رايتس هي الأخرى رفعت شكوا ضد ولي العهد السعودي لدى محكمة الدرجة الأولى في باريس المتخصصة في جرائم الحرب تبقى اليمن الغائب الحاضر في كل ملفات الدبلوماسية السعودية وتحركاتها وبين صفقات التسليح ولافتات التنديد يطل أمد الأزمة اليمنية أكثر ويتسع الثقب الأسود ليلتهم معه التحالف والمنطقة ويجعل السعودية عرضة للإبتزاز ويعرض حياة ملايين اليمنيين لخطر الموت القادم من الخارج وذلك الذي تواصل إنتاجه ميليشي الحوثي في الداخل